دشنت الميليشيات الحوثية مع دخول عام 2023 مرحلة جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبي ذلك في سياق السدافة المنظم لذلك القطاع في جميع مناطق سيطرتها حيث واصلت تغيير أسمائي المدارس وتحريف المناهج ومعاقبة تربويين غير الموالين لها وفق ما أكدت مصادر تربوية يمنية وفي الوقت الذي كشفته مصادر يمنية مطلعة عن تصايد الميليشيات الحوثية منذ الأول من يناير الجاري في ممارساتها العدائية بحق التعليم أفادت بأن التعسفات التي اتكبتها الميليشيات شملت جرائم الاقتحام والقمع والإغلاق والفصل التعسفي من الوظيفة العامة وتغيير أسماء المدارس إضافة إلى إدراج الميليشيات أخيرا تعديلات طائفية جديدة على ما تبقى من مناهج التعليم وذكرت المصادر أن الميليشيات وفي سياق سعيها لفرض هوية ذات صبغة طائفية أقدمت قبل أيام على تغيير اسم مدرسة ابن تيمية الحكومية في عزلة بني علي بمدرية حزم العدين بمحافظة إب إلى اسم مدرسة الشهيد القائد في إشارة إلى مؤسس الميليشيات حسين الحوثي اشتركوا في القناة